مباراة الأخرى مباراة طرق الجيش ونادي زد كان مباراة على مستوى حراسة المرمى ما بين عمرو حسام وعمد السيد طبعا عمرو حسام بقاله فترة كبيرة ما بيلعبش من الآخر حاجة كان الموسم اللي فات مع نادي أسوان تقريبا لسه بيرجع الناحية الثانية عماد السيد من السنة اللي فاتت برضو مع النادي الداخلية كانت آخر حاجة ليه بيرجع النهاردة فاللتين عودة ليهم النهاردة دي تصدي من الكرات الصعبة جدا اللي عملها عمرو حسام رد فعل في مساحة صغيرة وضيئة جدا قد فيها بشكل كويس جدا عمرو حسام ودي نفس الشغل برضو عماد السيد عمل تصويبا من عدم رؤية نفس تقريبا الشكل المماثل رد فعل وهنا برضو الناحية التانية رد فعل مماثل من عماد السيد اللي اتنين أجادوا النهاردة بشكل كبير جدا في المباراة دهيت إنما اللي أنا عايز أقوله فيه لعيب رقم حاجتين مهمين جدا في عشر تيام نادي طلاق الجيش عبد الحميد بسيوني يتفوق على مجدى عبد العاطي في عشر تيام قدر يكسبه في الدور يوم 30 ديسمبر بالضبط كسبه 1-0 في جهاز الرياضة العسكري والنهاردة في السادة القاهرة في خلال العشر تيام يكسب برضو تاني في كاسر ربطة 1-0 فهنا خلاص كده يعني ايه مش عايزين اللي جاي يبقى عبد الحميد بسيوني كعبه عالي على مجدى عبد العاطي أو طلع الجيش كعبه عالي على نزل أو طلع الجيش كعبه عالي على زين لأنه قدر يكسبه في تلك الحالات فيه هنا نقطة نقطة من وراء لازم نشوفها اسمه يسري وحيد اللعيب موليد 98 استقل اللعيب بحيل جدا اللعيب 25 سنة النهاردة بيعمل كل حاجة تقريبا في الملعب اشتغل بشكل كويس جدا ولو تشوف كمان لقطة الهدف بوصل لقطات يسري وحيد كل الخطورة اللي كان النهاردة بيوصل بيقطع من في الظهر الاستردباكات وبيشتغل ازاي بشكل كبير جدا في ظهر الناس قدر حتى في الكرة بتاعة الضغط العالي بص دي الكرة في استحواز مين في استحواز نادي زد مين اللي ضغط هنا بص يسري وحيد اللي ضغط هو اللي ضغط وعمل الباص وعمل التمرير ووسع لنفسه من بين السردباكين عشان يقدر يعدي من حرس المرمى ويحط هدف كل أو معظم الخطورة اللي كان النهاردة بتشكل من هنا تلاقي الجيش كان يسري وحيد في الآخر ليه بصمة مهمة وقول للناس في الكرة النصرية خلي بالكو لأن فيه لعيب جاي بقوة وبشكل كويس جدا اسمه مصر وحيد في نهاية تلاقي الجيش اشتركوا في القناة